ايه يا جماعة ما الاهلي بيكسب بيرامدز هو الاهلي بيكسب بيرامدز عادي ماتش التاني عالتوالي بقى الناس الناس الكاب بتاع تقول ايه اصل الاهلي عايز يلغي بطولة كاس مصر بتاعت السالة الفاتت عشان هيقابل بيرامدز ومش عايز يخسر من بيرامدز ولازم البطولة تستكمل اه استكملت البطولة الحمد لله والاهلي كسب بيرامدز وتفوق عليهم تاكتكيا بشكل ممتاز على مدارة التسعين دقيقة وادارة فنية مميزة من كابتن سامي قمصان وكمان زيد على كده الاهلي عنده غيابات مؤثرة جدا 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 عشرة احداشر لعيد وظروف بتتعلق بالجانب الفني وعدم الاستقرار بخصوص الادارة فنية رحيل مسماني وتأجد الكابتن سامي قمصان اللي ماشي بشكل كويس جدا وفيه مدرب جديد كمان جاي كل الحاجات دي والاهلي كسب بيرامدز عادي اهو فيش اي حاج يا جماعة دا الاهلي نفسي حد لما يجي يتكلم على فريق كبير جدا زي الاهلي او مثلا فريق كبير زي الزمالك او الفرق الكبير زي دي ما ينفعش نوعا نطلع كلام ما يبقاش منطقي كلام ما ينفعش يتفهم او يتصدق لا الاهلي كبير يكسب اي حد باي ظروف باي ظروف اسم الاهلي يكفي بخلاف القايمة المميزة اللي عندك من اللعيبة بخلاف شخصية اللعيبة اللي الناس في بعض الاحيان بتحاول تشكك فيها وللأسف في بعض قليل جدا مننا بينجر ورا هذه الالتجاهات وده امر غير مطلوب اطلاقا لازم يكون عندنا ساقة كبيرة جدا في لعبتنا في اسوأ ظروف وفي الحقيقة رجالا مبارح عملوا ماتش كويس جدا قدام بيرامدز الشبه مكتمل يعني بيرامدز جامل عنده مين؟ ابرز لعيب واهم لعيب في بيرامدز الفترة الحالية هو أبراهيم عاد بس هو اهم لعيب اه طبعا رمضان صبح لعيب مهم عبدالله سعيد عمل ماتش حلو مبارح احمد فتحي دونجا في لعبة كتير جدا جدا موجودين في بيرامدز لعبة مؤثرة في وليد الكارتي في عدد كبير مميز في بيرامدز مبارح كان مكتمل الاهلي كان ناقص كتير وكسب بيرامدز كان ممكن يكسب 2-0 الهدف اللي ما كانش يعني ليه اي لازمة نوجهة نظري وحتكلم عليه بالتفصيل ويمكن اصر الرمضان صبح ان هو يشوت ضربة الجزاء رغم ان عبدالله هو المتخصص بس عشان يبقى اسمه جاب جون في الاهلي لكن جون مالوش اي اهمية في نتيجة المباراة في كل الاحوال فهارد لك لبيرامدز ومبروك للاهلي وجمهوره ومبروك لحسام حسن اول فوق اول هدف يجيبه من ساعة ما جاء الاهلي اول هدف رسمي جاب اهدفه مباراة والدي ناكي اتكلم عن الاهداف الرسمية فان شاء الله تكون بداية انطلاقة ليه مميزة مع الفريق لان حسام حسن من العيبة المميزة كان بيصدفه سوق توفيق لغاية حتى مبارح يعني في المطش لكن الحمد لله الكرة دي جت تدي له دفع للامان فبالتالي الاهلي خلاص تأهل ملاقات بيترو جيت في دور نصف النهائي بإذن الله تخطاوا لعب الزمالك في مباراة تكون متكافأة جدا في نهاية كاس مصر لكن لازم يكون فيه احترام كبير لفريق بيترو جيت عشان تقدر تتخطاوا بإذن الله تلاعب الزمالك في النهاية في الكاس القديم اللي هو بتاع الموسم المترجمات